انطلقت بالعاصمة عدن أعمال الورشة الخاصة بالمرحلة الثانية والنهائية لتحديث الدليل الوطني لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين برعاية كريمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري وبدعم من منظمة اليونسيف يشارك في الورشة التي تستمر خمسة أيام عددا من الأكاديميين من جامعة عدن وحضر موت وتعز منظمات محلية ودولية بالإضافة إلى أعضاء الفريق الوطني لإدارة الحالة تدف إلى مراجعة شاملة ونهائية لمكونات الدليل الذي احتوى ستة فصول حول المفاهيم والمصطلحات والأسس القانونية إلى جانبي هيكل العاملين والمنهجية والفئات المسادفة وإدارة الحالة